يواصل الاحتلال الاسرائيلي ليوم السادس على التوالي قصف الاحياء السكنية في مناطق متفرقة من قطاع غزة وقال مراسل العربي ان مجزرة جديدة ارتكبت في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة واعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد الشهداء الى 1500 شهيد بينما وصل عدد المصابين الى 6268 مصابا جراء العدوان على غزة واكد الناطق باسم وزارة الصحة في غزة اشرف القدرة للعربي تعرض احياء داخل القطاع الى ابادة جماعية مؤكدا وصول عشرات الشهداء والجرحة الى مستشفيات القطاع جراء القصف الاخير وسط القطاع الكهرباء والمياه عن غزة ووصل عدد النازحين الى 338 الف شخص ويواصل جيش الاحتلال قصف القطاع جوا وبحرا مستهدفا المدنيين العزل الطائرة الحربية الاسرائيلية ركزت قصفها على الشمال والشمال الغربي من مدينة غزة في منطقة بيت حانون وبيت لهيا ودمرت مربعات سكنية في منطقة ابراج الكرامة وابراج الندى وابراج المخابرات مخيم جباليا شهد مجزرة مروعة صباح اليوم حيث استشهد اكثر من 44 شخصا من عائلة واحدة في قصف منزلا من دون سابق اندار القصف الذي لم يتوقف امتد الى مدينة غزة حيث ارتكب جيش الاحتلال مجزرة اخرى في مخيم الشاطئ واستهدف مربعا سكنيا يتواجد فيه نحو 400 مدني ميناء الصيادين وسفنهم لم يسلموا من القصف البحري والجوية مخيم انصيرات وسط القطاع تعرض لقصف عنيف ومتواصل راح ضحيته عشرات الشهداء والى الجنوب من المخيم تعرضت مدينة دير البلح لمجزرة مروعة حيث استشهد اكثر من 20 شخصا من عائلة واحدة في قصف طائرات الاحتلال اشتركوا في القناة